فإذا أحبائي لما هو هارب لاحظ الكلمات يعني هرب وبعدين وصل لعند بير السبع وهناك طلب الموت لنفسه تصور رجل الله بصل أحيانا إلى حالة كآبة وصعوبة طلب الموت إلى نفسه بس الرب ما بيترك أولاده أو بناته شجعوا الرب بملاك وشجعوا بأكلي اللي ساعدته أن يكمل مسيرته أربعين يوم لجبل سينة وهناك دخل مغارة وهناك أحبائي الله اطراء لإليا وبعدين إليا يعني سمع صوت يعني كلام الرب ما لك ها هنا يا إليا فبقول إليا غرت غيرة للرب تركوا عهدك نقدوا مذابحك قتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وها هم وهم يطلبون نفسي ليأخذوها فالرب تعامل مع إليا بريح عظيمة جدا شقت الجبال وكسرت الصخور وبعد الريح الرب تعامل في زلزلة وبعد الزلزلة الرب تعامل معه في نار بتذكرنا لما الرب أعطي الوصاية لموسى على جبل سينة وبعد الزلزلة نار لكن بعد النار صوت منخفض خفيف لما سمع إليا لف وجه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة سمع الصوت ما لك ها هنا يا إليا رجع في نفس الأسطواني قتلوا أنبياءك تركوا عهدك بيطلبوا نفسي وأنا بقيت وحدي فالرب شجعوا قالوا إليا روح امسح حزئيل ملكا على أرام وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل وامسح أليشع بن شفاط من قاب المحولة نبيا عوضا عنك وبعدين في آية 18 بقولوا قد أبقيت في إسرائيل سبعة آلاف كل الركب التي لم تجثوا للبعل وكل فم لم يقبلوا لاحظ الله تعمل مع إليا إليا كان في حالة كآبي طلب الموت لنفسه الرب اطرأ بقوة خارقة جدا بريح بزلزلة ونار بعدين الرب ترأى بصوت منخفض وطلب من إليا يروح كي بدك تعرف النبي الكاذب من الصادق مش أي كلام قال لروح امسح حزقيل وعلى فكرة هاي يعني بعد سنين طويلة صارت امسح حزقيل ملكا على أرام امسح ياهو بالنمشي يعني هذا كان عسكري النبي أليشع بعد واحد من الأنبياء يمسح ياهو وبعدين أليشع نبي عوض عنك اللي عاوز أقوله أحبائي الله استخدم إليا واستمر يستخدمه في النبوة أنزل نار وحرقة الخمسين وتنبأ على الملك اللي مات في مرضه ونبوات كثيرة لإليا فإليا يعتبر واحد من أعظم الأنبياء اللي بحسب التقليد اليهودي هو اللي بهاي الطريق أمام الرب والرب يتكلم عن يحنى المعمدان اللي جاء بروح إليا لكن اليهود التقليد اليهود حتى يوم هذا في عيد الفصح بيتركوا كرسي بيسموه كرسي إليا لأنه بيقام قبل رجوع الرب العظيم في اليوم الأخير رح ييجي إليا فشوف عظمة هذه الشخصية وفعلا الله استخدم آرام حزئيل عصى تأديب على إسرائيل بسبب خطايا أخاب واستخدم ياهو بالنمشي يكون أداة قضاء على كل بيت آخاب قتل آخاب قتل إزابيل قتل أولاده السبعين وقتل وقتل الكاثرين كان رجل دموي ياهو بن نمشي وتمم القضاء بالكامل على بيت آخاب وفعلا قتل ملك يهود وقتل ملك إسرائيل يعني كان أداة فتك وقتل تتميم للنبوة ثم أحبائي أليشع يعتبر واحد من أعظم الأنبياء لكثرة المعجزات الله استخدمها في حياة أليشع موسيقى